استهلت برصة الكويت تعاملاتها بعد عطلة العيد اليوم على تباين والسبب عزوف وضغوطات بيعية طالت الشركات القابعة في مرمى المتاجرة الأمر الذي ترجمته المؤشرات الرئيسية الثلاثة وكان لافتا في مسار الجلسة حالة الضعف العام التي انتابت أوامر العديد من المتعاملين وسط حركة متقطعة وانتقائية على الشركات التشغيلية في أسهم مكونات مؤشر كويت 15 هذا وقد أقفل المؤشر السعري منخفضا بواقع ثلاث نقاط وثلاثة أجزاء من النقطة ليبلغ مستوى 6769 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت نحو 7 ملايين ومائتي ألف دينار من خلال 37 مليون وثلاثمائة ألف سهم